بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه افضل صلاة وأتم التسليم سلام الله عليكم اليوم احنا وين وصلنا ذاكرين اه ذاكرين وما انتقاشين هي مشتقة قسمة اقترانين صاح اه تمام هل الحصة الماضية شو كانت اخدنا له حاصل ضرب اقترانين اخدنا حاصل ضرب اقترانين للمشتقة وقلنا انه حاصل ضرب اقترانين هي الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول والجمع تبديلي يعني الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول لو عكسناهم ما رح تفرق لانه تجمع شماله تبديلي طب اليوم شو بيك توخن انا ولا انتون كتوخدوه احنا اثنين مع بعضنا نوخد اكيد يعني قسمة اقترانين طب شو يعني قسمة اقترانين يعني في بسط وفي مقام حلو تمام طب عادي مشتق اللي فوق لحال ومشتق اللي تحت لحال يا حبيبي لو القصة هي كذا ماشي حلاوة عنا ما في شي شي صعب يعني الموضوع لا 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 احنا عنا هون القسم الى قاعدة خاصة برضو بقسمة اخترانين كيف اني اشتق اختران القسمة الان اختران القسمة لما اشتقوا بقولي النظرية بقولنا اذا كان ف ال اكس والاختران ج اكس قابلين للاشتقاق وكان جي اوف اكس شو ماله جي اوف اكس بقولي لا يساوي صفر واي جي اوف اكس لا يساوي صفر راح بقولي بكوز انه المقام بصيش يكون صفر لانه اذا كان المقام صفر فهذا صير قيمة غير معرفة منتاز لايك قابلا للاشتقاق ايضا ومنه فان مشتقط قسمة اخترانين تساوي جي اوف اكس في اف فتح الاكس نقص اف في الاكس في جي اف فتح الاكس على اجه الاكس تربيع هذا انجليزي سيبك من الحق المكتوب هون شو مكتوب هون بقولك المقام في مشتقة البصت نقص البصت في مشتقة المقام على المقام تربيع نسيبنا من القصص الساوي والسوالي فاي وروح شرحلنا يا عم خلينا نفهم احنا مش فهمين شو اللي حكيته قبل شوي بدنا اشي اه مرتب نحكي انا نفهم احنا من اياك بدنا عربي يا زعم شو كنت تحكي قبل شوي فرنسي هندي شو كنت تحكي احكي عربي ازا ما خلناه فهم يا زعم والله لا احكي عربي معك تعالوا الان اختران مثلا انا عندي اف الاكس يساوي جي اوف اكس على مثلا اتش اوف اكس بس الاختران هاد شو نوعه انت بتقول لي هادا الاقتران نوعه انه قسمة اقترانين بسط ومقام طب المشتقة شو تساوي بتقول لي المشتقة تساوي الفتحة الاكس يساوي قبل شوي لما قرأناها كانت مكتوبة المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع تمام تمام طيب في اشارة سالب في القاعدة في اشارة ايش سالب بالضرب قبل شو لم تذكرناها ولما قدناها الحصة الماضية تقول لك الموضوع مش صعب لكن لو خربطنا احنا في حاصل ضرب الترانين في المشتقة لو تمت الخربطة يعني صار عندك خربطة في الموضوع بدلا ما تقول اول في مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول رح نتبلشي شو قليت مشتقة الاول في الثاني زائد الاول في مشتقة الثاني ما فرقتش معاي جمع جمع شمال وجمع تبديلي يعني اثنين زائد خمسة زائد خمسة زائد اثنين لكن لما تكون العملية طريح بتقولي لا بيفرق الموضوع اثنين نقص خمسة مش زائد خمسة نقص اثنين لانه اثنين نقص خمسة بتعطيني سالب ثلاث بينما خمسة نقص اثنين شو بتعطيني ايه المقام وبحفظها بطريقة ثانية في هالمخيخ اللي موجود عندي فدائما بقول القاعدة انا بحب احفظها بالشكل هاضي اتاخت في مشتقة اللي فوق ناقص اللي فوق في مشتقة اللي تحت على اللي تحت تربيع سيد اه انت اول مرة غلطت بشكلك باللفظ ليش انا زي المؤدب يجب لازم اقول ده السعيق اتكتب اقول لك انا مؤدب تقول تتاخت وانا فعلا قلت اتاخت طب هي انت اون قلت اتحت اه هي اتحت هي انش اتاخت هي اتحت هي اتحت بس انا مش هنتلزك في راسي قاعدة القسمة فاول كلمة بميزها بها كلمة اتاخت يعني قصد اتحت انا فبميز كلمة اتاخت انه انا المقصود فيها اتحت عشان اعرف انا في ايش دائما قاتلت اسمي دائما ببلش في اتاخت فاتاخت اللي هو اتحت في مشتقة اللي فوق ناقص اللي فوق في مشتقة اللي تحت على اللي تحت تربيع وانا عندي هون اشارة سالب دير وبالك وتخربطه لانه السالب مش تبديلي عملية الطرح مش تبديلية اذا منبلش اتاخت اللي هو اتحت في مشتقة اللي فوق ناقص اللي فوق في مشتقة اللي تحت على اللي تحت تربيع لو اجيت هون قتله الفتحة الاكس تساوي لما بيقوله اتاخت فاتاخت هو اتش الاكس مضروب في مشتقة اللي فوق هو الدي فتحة الاكس ناقص اللي فوق جي اوف اكس في مشتقة اللي تحت اتش فتحة الاكس على اللي تحت تربيع اتش اوف اكس الكل تربيع اهي قاعدة مين القسمة قاعدة قسمة اقترانين قاعدة شو قسمة اقترانين كمان طب إلها برهان آه إلها برهان هاي نظرية زي ما برهننا حاصلة باقترانين راح نبرهم قسمة اقترانين طب نفس البرهان بقولك ومش نفس البرهان في اختلافات شوي بسيطة لكن نفس الطريقة نفس الالية تعال نشوف شوي ده الآن احنا لو اجينا فرضنا الاقتران اي اوف اكس هو عبارة عن اف في الاكس على جي اوف اكس موجود قلت لك انا بدي اطلع مشتقة هذا الاقتران باستخدام تعريف المشتقة المثبات اتفقنا باستخدام مين باستخدام التعريف يعني الآلة ما جينا هون نثبت قلنا له ايه فتحة الاكس تساوي القانون بقولي الليمة اتش لصفر ايه اوف اكس زائد اتش ناقص اللي همين عندنا اي اوف اكس على اتش هذا مين؟ هذا قانون المشتقة للتعريف التفقيل للتفقيل طب الخطوة الثانية بقول الخطوة الثانية راح اعوض بالقانون راح اقول له تساوي لمت اتش تقترب من صفر ايه اكس زائد اتش بدك تروح على الاقتران اي اوف اكس هذا تعوض بدل كل اكس شيء للأكس وحط مكانها اكس زائد اتش يعني بصير اف مكان الاكس بقولي اكس زائد اتش على جي اوف اكس زائد اتش شننا الاكس هاي شننا الاكس هاي وحطينا مكانهم اكس زائد اتش ناقص ا اوف اكس ا اوف اكس اللي هو نفس الاقتران فالاكس على جي اوف اكس الكل على اللي هو مين اتش الكل على مين على اتش بالنهيات لما كانت تكون النهاية كسرية شو كنا نعمل بللي كنا نعمل واحد مقامات اقول لك منتاز اذا نحن هنا نوحد المقامات تساوي limit اتش لصفة لعنة وحيط مقامات راح اضرب هاي في هاي اف اكس زائد اتش مضروبة في جي اوف اكس ناقص نضرب هاي في هاي اللي جي اوف اكس زائد اتش مضروبة في اف في الاكس الكل على المقام بالمقام جي اوف اكس زائد اتش مضروبة في جي اوف اكس مضروبة في مين في اتش تمام الان واحد المقامات اه واحد المقامات تتذكر شو عملنا في الضرب تقول لشو عملنا في الضرب تقول لك عملنا في الضرب الاتي تقول لك عملنا ايش اسمه طرح واضافة تقول لشو تقول لك اطرح واضافة احنا خلنا طرح وضافة بالضرب اه خلنا والله خلنا طرح وضافة يا جرامي ارجع لازم الحصة اللي قابل والله تلاقي حالك ما خدين طرح وضافة اه اه تعج مع ونقص ايوه تعج مع ونقص ايوه هو هاد ما لكون سينة ملحقناش ننسى لسه الحصة اللي قابلها كانت فقلنا نطرح ونضيف طب شو نطرح ونضيف يا ذكرين الحصة الماضية تقول لي قلنا منطرح منطرح ونضيف ما يجعل حدين هدول مناخذ من الحد هاد اف او جي ومناخذ من الحد الثاني نفس الاشي لكن اذا خدنا من الحد الاول اف بلنا مناخذ من الحد الثاني جي واذا خدنا من الحد الاول جي شو مناخذ من الحد الثاني اكيد اف طب شو مناخذ بتقول لي هون بدي اخذ من هون اف اف الاكس زاد اتش ومن هون داخذ جي اكس زاد اتش منتاز وحب بقول لي طب اسمع اسمها والله هذول رهيقات احلى اصغار اصغار يعني جي اوف اكس من هون مع اف اكس من هنا فاقول له ايه ما فرقت ايش هنا خدت اضول ولا اضول مش فارقة لكن انت استصغرت الكتاب انه زغنونات حلوات هيك فاخذتهم تمام الان بدي اجي اعمل قلنا بعد لما نكتب طرح واضافة منطرح ونضيف شو منعمل قلنا منروح منكتب كم نهاية نهايتين بناتهم جمع نهايتين بناتهم جمع يعني باجي بقول له تساوي limit اتش لصفر والمقام نفسه ما راح يتغير ما ليش في المقام انا جي اكس زاد اتش مضروب في جي الاكس في اتش مضروب في جي اكس في اتش وفوق بالنهاية الاولى بتاخذ الحد الاول بس الحد الاول هاده هو اف ال اكس زاد اتش اف اكس زاد اتش في جي اوف اكس تمام زاد limit اتش لصفر نفس المقام ما ليش هاي المقام نفسه اللي هو جي اوف اكس زاد اتش في جي اوف اكس في اتش ومين بحوط بحوط في النهاية هاي الحد الثاني بس مع اشارته اللي سالب جي سالب جي اكس زاد اتش في مين في اف في الاكس طولت عليكم اشانا برجيك وجه هو انا اكتبها والله ما ساري طبيري يعني اشتكتلكم انا بصراحة والله اشتكتلكم الان شو من اعمال لما قلناها طرح واضافة مش عندي نهايتين ابو الموجب منحط له سالب وابو السالب شو منحط له موجب يعني الحد هات موجب فمنيجي منوخذ المقدار منوط رحو نضيفه هات ومنحطه سالب سالب جي اوف اكس في اف اف اكس طب هادا سالب منحطه الموجب جي اوف اكس في اف في الاكس تمام بعد الطرح والاضافة ايوها يعين هوا المراجعين المركزين اللي قاعدين بسلخوا الاجابعة السريع هذو الناس مرتبة اللي هم هذو براجعوا اول باول يعني ميتمين بالماد يعني هذول الناس اللي بدأ ترد وتجيب الميتين من الميتين ماشي الناس بترد بدأ تجيب الميتين من الميتين الان قالوا ايش؟ قالوا عامل مشترك لازم بعد الطرح اضافي يجب انه يطلع معنا عامل مشترك لانه دو ما طلعش عامل مشترك قلنا حلنا غلط نكون منهبد احنا فنشوف عنا عامل مشترك ولا ما عنا لامت اتش لا صفر الان في عامل مشترك شو هو هون بتقول لي في عندي عامل مشترك هون بين هاي وهاي مين هو جي اوف اكس جي اوف اكس عامل مشترك. طب شو بيضال عندك بيضال اف في الاكس زائد اتش ناقص اف في الاكس الكل على جي اوف اكس زائد اتش تبع انتوا اياها تبع 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 تبعوا اخليكوا هون اللي التهلي بالقلم هي علم تهلي مش عارف ايش ولي التهلي بشغلة بجعب تفرجها مشغلة هون 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 ركز 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 انتو اياها في جي اوف اكس في اتش طب هناك جو عامل مشترك ايوه هوم بقول العامل مشترك مين اللي هو عنا اف في الاكس يعني لمت اتش لصفر اف في الاكس مشترك بظل جي اوف اكس ناقص جي اوف اكس زائد اتش على جي اوف اكس زائد اتش في جي اوف اكس في اتش تمام يعني بعمل اخذ العامل مشترك قولنا لازم تطلع معنا من صيغة قانون المشترك من التعريف لازم تطلع معاي صيغة قانون المشترك من التعريف تعالي نشوفوين صيغة قانون المشترك من التعريف هون بيقول لي هيا. افل اكس زائد اتش نقص افل اكس على اتش. طب و هون بتقول لي هيا. مع الاتش. يلا نفصل النهيات. اه قل لي افصل النهيات. خلينا نشوف كل واحدة لحالها. وزبطلنا امورنا. يعني كيف نزبط امورنا. طبعا هذا الحل اني انا قاعد بعملوا قدامكم. او الاثبات او البرهان اللي قاعد بنعملوا قدامكم. هو كما يطلب في وزارة التعليم حسب النهاج الثانوية العامة. يعني هيك اذا جانا هذا السؤال. بديهم برهان. اللي هي نظرية. قسمة حاصل قسمة القنانية في المشتقة. بدي بنفس القلية. بنفس الخطوات احل. اي خطوة نقص طارن علامات عليها. راح بقولي طب خرص على سريع من هون بدون ما تعمل خطوات هاي. بقولك على طول في علامات طارت هبت هبت رياح الهوة واتخذتهم معها. لا. بدكتمش نفس الخطوات بالترتيب هيك. الان بدكتب هيك. limit. اتش للصفر. جي اوف اكس. لحالها. على جي اوف اكس زائد اتش. في جي اوف اكس. هذا كله في limit اتش لصفر. اف اكس زائد اتش. نقص اف في الاكس. على اتش. يعني الهدف انه انا جاعة بافصل القانون لحاله. بافصل القانون لحاله. زائد. limit اتش لصفر. عندي اف في الاكس. على جي اوف اكس زائد اتش. في جي اوف اكس. في limit اتش لصفر. اه. اه. هون في اندي شغل بدا ان تدريدها. ليش غير. وقل لك القانون تبع المشتقة. الحد اللي في اتش شاب. بكون قبل يعني هو ببلش فيه زي هو نحو طلاقية. ببلش في القانون ده ما ببلش في تاع الاتش. ببلش في تاع الاتش. بعدين الاقتران عادي. طب هون هون جايين العكس. طب اذا بدي خليهم ارتبهم زي ما هو بدوا القانون. يقول لي بسيطة بسحب السالب عام المشترك. يعني لو جينا سحبنا من هون سالب عام المشتركة. هاي الاشارة موجب صح. بطلت موجب شو بصير. بتقول لي بصير سالب. طب رتب بتقول لي هاي سالب بصير اشارتها موجب. يعني جي اوف اكس زائد اتش. وهاي كانت موجب فبصير سالب. سالب جي اوف اكس. على اتش. تمام تمام. الان هاي رح اعوض هي تعويض مباشر. شو التعويض المباشر. بتقول لي مكان الاش ما نحط صفر. طب بصير جي اوف اكس. على. مكان الصفر بظل جي اوف اكس. ضرب جي اوف اكس. بقول لي جي اوف اكس تربية. هلو. ضرب. هاي بتقول لي قانون المشتقم التعريف. لمين الاختران لا اف. يعني اف فتح الاكس. ناقص. هون بتقول لي عوض اف في الاكس. على اتش مكانها صفر بصير جي الاكس في جي الاكس. فبصير جي الاكس تربية. تمام. ضرب. هاذ قانون المشتقلة مين? لجي فتح الاكس. رتبنا الامور. تعرت بالامور. تساوي. بتقول لي المقامات الموحدة. اللي هي جي اوف اكس تربية. هون عندي جي اوف اكس. في اف فتح الاكس. ناقص اف الاكس. في جي فتح الاكس. فصارت اتخذ. فمشتقل لفوق. ناقص لفوق. فمشتقل تحت. على اللي تحت تربية. وهذا هو اثبات او برهانين قانون او نظرية حاصل مشتقات اقترانيا. زي ما كانت في عندي حاصل ضرب اقترانيا. تمام? هذا بالنسبة انه اللي هو اثبات المشتقات. لكن هل في التطبيق انا راح اعمل نفس الاشي؟ بقول لك لا والله يطبق انت مجرد اعمل نفس الاشي في التطبيق. في التطبيق احنا مجرد ايش انه يكون عنا؟ الموضوع سهل. بس بدي انت مجرد انك تطبق بصير الموضوع. طب كيف اطبق؟ بقول لك تعال يعني بس تسا خلاص احنا عنا مسائد بصير احنا بس نشتغل عليها للمسائد. يعني مثلا. الان هذا البرهان. سيبنا من البرهان بقول لك. طيب. الان البرهان اخلصنا منه. هذا هو البرهان كله. الان نروح لمين لتطبيق المسائل. ولما انا ابدأ اطبق كمسألة. لما اطبق خلاص انا احافظ النظرية. نبدو اللي اتخذ ومشتقة الفوق. نقص الفوق في مشتقة اللي تحت. على اللي تحت تربية. ويخلف علي وكفر الله خيري انه انا حافظ هاي وفلش اطبق عليها. كيف اطبق عليها تعالى انطبق انا من اياكم في هذا المثال بقولنا اوجد مشتقة اقول الاقتران مما يأتي. او مما يلي. مما يأتي. مما يلي مش فارك. انا قد اقول لك اعرب ما تحتفظ. والله ما يقال لكم اعرب ما تحتفظ. انا قاعد بقول لكم بس منحلها المثال بدي المشتقة يا اخوان. بس هلكوها معاي. يلا. عشان ما يضلكم يشعلقوا عليه باللغة العربية. يعني واحد يقول لي مما يلي مما يأتي مما. شو ما يعمل يعني. طيب هون. انا انا بس اقول للمشتقة. الفتحة الاكس تساوي. هانو شو بتساوي. كونش هاي بقسمة اقتران عا اقتران. بدمش على القاعدة. اللي جبتي حكي قاعدة. بتقول لي اتخت. اي اتخت. في مشتقة اللي فوق. شو مشتقة اللي فوق? بتقول لي مشتقة اللي فوق اثنين والخمسة. مشتقة ها صفر اكيد. ناقص. 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 اي واقع انا نسى الناقص في قاعد القسمة. اللي فوق. اثنين اكس زائد خمسة. في مشتقة اللي تحت اللي هي اثنين اكس. على اللي تحت تربية. بس. بس بس خلاص. طب انت بتقول لي بس وكتبت هون يساوي. عم انا يساوي. كتبت اقولنا مش قلنا اللي بيحب يرتب وبيحب يزبط امور والامتمتك. هضا اللي بيحب يزبط كل شي. هضا اللي بصح من النوم على طول بيزبط لي اتخته بسنتر الدنيا كلياته والامور وماشي حلوة. طبع انا اكيد البنات بعملوا هيك. الشباب اكيد اه اه الا مراح من ربي. الشباب اكيد يعني في منهم بعمل هيك. والباقي انزل موضوع. بتلاقي قام الدنيا منفولة نافل عنده واجه طالع. ما عنده مش مشكلة. يعني اه حلوة حياته. مع السريع يعني دائما الشباب بتكون مش زي البنات دائما الترتيب مهم عندهم. فانا هم دي رتب. لكن انا مجبر الناراتب. لا مش مجبر الناراتب. حر اللي بدو رتب رتب. بدو شو رتب. برضو حر عجتين صح. احنا اوجدنا المشتقة وهي هي المشتقة. خلاص ما اختلفناش. اذا المشتقة صارت عندنا موجودة. لكن للترتيب. بنظه بالاقواس هاي في بعض. فبصير عندي اثنين اكس تربيع. زائد ثمانية. ناقص اثنين في اثنين اربعة اكس تربيع. سالب في موجب. مش ساوي. وكما قال الشاعر. وكما قال الشاعر. شو قال الشاعر? قال نجمع الحدود المتشابهة. انا وهذا الشاعر الله منعارف. المهم شاعر اعتبروه شاعر. نجمع حدود مشابه في اندي اثنين ناقص اربعة. بصير سالب اثنين اكس تربيع. زائد ثمانية. ناقص عشرة اكس. على اكس تربيع زائد اربعة الكل. تربيع. وفيش داع نفك التربيع اللي تحت. طبعا لما قلنا كما قال الشاعر. كلهم فكروا بدافق عليهم بيت شاعر. صح? وكما قال الشاعر انه جمع الحدود المتشابهة. انه شاعر هاد والله ما عارف انه شاعر. اصلا ما في شاعر هيك حكا اصلا. هو في شعار بيحكو زي هيك. هو اضع شاعر قال جمع الحدود الشابه يا زربي. والله ما انا عارف انه جبت لنا القصة هاي. ما علينا. المهم. هاي كل القصة اشتقينا? رتبنا. كمان مثال? اكيد كمان مثال مشان نتطمن ونشوف امورنا ماشي وعال العل. اخ 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 اخ. اخ 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 اخ. جمع حسرت انه صعب نت تقول اخ 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 اخ. والله ماهو صعب. والله ماهو صعب. عينجا صايب? يمكن اقول لك لازا انا محلته شو انتو? اقول لكم تكون محلته. حلينه مخزينه قبل. والله انكو كبار. اه. اف فتح الاكس. اكيد ازيك من اللون هاضو حبينا غيره صاح? والله عارف. اللي ازيك من اللون هاضو. والله لغيره للك يا شو بدك يا زمي. قللي بس. شو بدك وانا بختارك. يزم هذا واقف هذا ايه. هاي بني. طيب. افتح الاكس شو تساوي? اتاخت. مش هانا انا مقول اتاخت تروح تناموا وكلكوا. تحطوا لي راسك وتناموا. ايه يركز احنا اتاخت يعني تحت المقام يعني قصنا. اكس ناقص ثلاثة. مضروبة في مشتقة اللي فوق. اه اللي فوق تين دي. ايه قوة اكس. القوة اكس الاقتران اكسي شو مشتقة لقدان اكسي يلي ناسين. يلي ذاكرين يلي ناسين بغف النظر هو نفسه ضرب مشتقة اكس. لقد ما نقول نفسه يعني اي قوة اكس. فو مشتقة اكس واحد. بيش؟ لقد انك تウاش رو?". ناقص الزقوتو بتقول ليكو? Goodbye X. عادو. اذا اتاخد فو مشتقة الفوق. الناقص اللي فوق اللي هو اللي فوق اي قوة اكس. الاقص صين الأكس في مشتقة مين. اللي تحت شو مشتقة لتحت تقول لي مشتقة لتحت اللي هي واحد لانه اكس ناقص ثلاثة شو مشتقتها واحد على اللتاح تربيع اكس ناقص ثلاثة الكل تربيع اكمل ما قول لك كملت ولا ما كملت راح تفرج فيت يعني والله ما راح تفرج فيت فرتبنا او ما رتبنا مش هالفرق الكبير في هي مسألة طيب المسألة الثالثة يعلم؟ شو مشتقت اللين مشتقت اللين يا اخبار مشتقت اللين شو مشتقت اللين في ناس تلاقي على طوق مشتقت مداخل لين على ناس مداخل لين هذا هو منتاز وفي ناس تلاقي اه 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 وين الكاس المية وين مش تسويش حالك بتدور يا زم انت وياها على ايش هو احنا قلنا خلاص يلا بنكون حافظين القواعد انتهى الموضوع شو بنستنى احنا الفتح الاكس يساوي ها فتح الاكس يساوي يا سيد العزيز اتخذ شو اتخذ اكس تربيع ناقص اربعة اكس في مشتقت الفوق اللي هي مشتقت اللين مشتقت اللين مشتقت ما داخل لين مشتقت اللي جواللين اكس واحد على نفسه اللي هي اكس ناقص اللي فوق اللي هو لين الاكس في مشتقت اللي تحت اللي هي اثنين اكس ناقص أربعة على اللي تحت تربيع إلي بيحبه رتبه تعال رتب هوي مرات أنا مرات بحس إنه بحب عرتب مثلا في مسألة자가 لأني في ضرب واحد على أكس فأكيد راح نقص شغلات نختصر لأنه مثلا لما نضرب هون أكس تربيع ضرب واحد أكس تربيع على أكس بيقول لي بضع الأكس أربع أكس ضرب واحد أربع أكس على أكس يل الأكس مع الأكس فيروح بضع الأربع سأني بتبسط علي يعني الأمور هاي دخلناهم دخلناهم مش راح تفرق معاي بس ده صير اتنين اكس لن الاكس وسالب سالب موجب لن الاكس وفيه اربعة انسناها هايها الكل على اكس تربيع ناقص اربع اكس الكل تربيع صار انا تمام تمام والتمام اذا مشتقة القسمة والاتخط ومشتقة اللي فوق ناقص اللي فوق ومشتقة اللي تحت على اللي تحت تربيع على مين؟ على اللي تحت تربيع صارت انا طيب ابو هاي صين الاكس زت وصين الاكس على اي قوة اكس يعني شو يعني حوية شو يعني ديها صين وكو صين ما عنا حفظين مشتقاتهم منهم قوة واحد الصين مشتقتهم صين ولكو صين وجو مشتقتهم تقول لي سالب صين طيب تعالوا شوف المشتقة اه فتح الاكس يساوي يساوي مالو خلص الحبر شكلوه سنعبي حبر جرب اه تعبى حبر شوفت كيف هذا الاسبع ما هو من عبيه حبر اصبع يبقى عبيه حبر وبقته فيه يعني زي اتخذ اي قوة اكس في مشتقة اللي فوق طب مين هي مشتقة اللي فوق الصين كو صين والكو صين سالب صين ناقص الان اللي فوق اللي هي صين اكس صاين اكس زائد كو صين الاكس فمشتقة اللي تحته اي قوة اكس فمشتقة الاس واحد على اللي تحت تربية حلو حلو في ناس بقول لك لا مش حلو ليش مش حلو بقول لك انت قلت اللي تحت تربية وروح تكتبت لياها اي قوة اتنين اكس عفكرة اللي تحت اي قوة اكس تربية هاي تحتبر اسس قلنا الاسس في الحالي هاي في التأسيس قلنا بتكون ضرب فبصير اي قوة اتنين اكس يعني كتبتها هيك او كتبتها هيك اجتين صحيحة تمام اكمل ارتب بتقول لك في مساء المرات هيك بشكلها لطيف هيك بتقول لك كمني كمني هي بتقول لك طب استاد انا كيف بتعرف ان المساء اللي اكمله والمساء اللي ما كملهاش شوف وشوفي طبعا اكيد احنا حري بنكمل نكمل يعني هاي المساء بيش اكمل حر انت طالب ان المشتقة هي المشتقة صح صح طب ممكن يجيني سؤال ضع دائرة وقل لي مثلا بدلما اشتقت هذا الاختران اه ممكن يجيني ضع دائرة فانا طلعت المشتقة هاي المشتقة رحت على الخيارات اي بي سي دي موجود لا والله مش موجود معناته اكيد بدي اكمل مشان اشوف وين اللي الخيار الموجود صح يعني مش انا مرات انه والله مش عارف ما تكمل وما تكملش انا بسؤال زي هذا هاي بده المشتقة انا طلعت المشتقة فمن في اجداء ان اكمل لكن انا قاعد بكمل ممكن يجيني سؤال ضع دائرة تقول لكم فانا بدأعرف الاجابة الصحيحة طب ممكن يكون هذا السؤال هو فرع من سؤال يعني فيه افرح تحتمد عليه بعدين انا اتعامل مع الصيغة الانطويلة هاي ولا مع الصيغة المبسطة بجوة الله وليه راتعامل مع الصيغة المبسطة تعاني كيف فيعني الاشي التكميلي بديهي بصير عندنا يعني بيقول مش انه انا بدأعرف ولا بديش اعرف يساوي الان راح اضرب��هاي جوا وتطلب وكلي لا بديش اضربها جوا انا في عندي بالحد هذا بي قوة اكس وبالحد هذا بي قوة اكس بقدر اسحب إي قوة أكس عامل مشترف يقوله منتاز هاي إي قوة أكس عامل مشترف شو ضال عندي؟ ضال عندي كوسين إكس ناقص صين إكس فوت السالب هون سالب صين إكس سالب كوسين الإكس الكل على إي قوة 2 إكس تمام لا في انت اختصار إي قوة إكس بتروح مع إي قوة 2 إكس بضل إي قوة إكس واحدة حلو الموكلام؟ حلو الكلام طب فيه هون نجمع إيشي كما قال الشاعر مش قال لي الشاعر جمع الحذوية المتشابهة كما قال الشاعر بقوله كما قال الشاعر في اندي كوسين إكس ناقص كوسين إكس بتروح وعننا سالب صين إكس ناقص صين إكس بتصير سالب صين إثنين إكس سالب إثنين صين إكس على إي قوة إكس الآن هذا السؤال مثلا لو إجا نضع دائرة كان في اندي خيارات وكانت هاي من ضمن الخيارات فأنا في القائب كملك لقيت هذا الجواب بروح على الخيارات بدور بلاقي هاي بحط عليه هايش دويرة مش هاي بقول اعترفي آه مثلا إذا أنا جيت زي هيك حلت لهون وهاي مش من ضمن الخيارات مش همسكي ABCD وقالهم اعترفوا أنا يوعد فيكم الصح بطوخيك اعترفي ويني زميان في الشي اعترفي كمل كملي مش هنشتغل نشوف الصح مين هو أيوة مش اعترفي وأنه هو أبصر إيش اعترفي اعترف امتحان هيقار تخيلوا عن جد متحان جزارة او متحان عادي وخيارات عنا واعترف فيك امسك زي مسدس ولا امسك شي و ABCD وقالكم اعترفوا من فيكم الصح والله حلو الطريقة فككم اعترفوا والله جربوها قولولي شو بصير معكم بالله عليكم جربوها قولولي شو بصير معكم يالله احنا صح يعني موضوع أهبل حكيناه بس يا اخو والله حلو التجرب انه راح يتجرب هيك يمسك الخيارات وقالها اعترفي اعترفي والله حلو جربوا بلا عليكم جربوها بل بس مش هاي اذا قالوكم مجانية تحكولوا من استاد نادر قلنا نعمل وهيك اه مليش دخل لها ايوة ايه بدولي حالكم مش انا اللي هابدت لكم تمام تمام الان هو نبقلنا F X C كد X على واحد زائد كوتان X برضو طيب لما يجي المشتقة قلنا المشتقة بتقول اتخذ فمشتقة اللي فوق فمشتقة اللي فوق اتخذ واحد زائد كوتان X فمشتقة اللي فوق اللي هي C مشتقة C C C C C F ناقص اللي فوق له C طب فمشتقة اللي تحت الواحد 0 والكوتان طبعا انا ما بكون احشي بديك انتو تكونوا تشبقوني بالكلام يعني كيف يعني انا شو بقول مثلا اتخذ انتو بتقولوا واحد زائد كوتان X فمشتقة اللي فوق انتو بتقولوا C مشتقة C انا بقول ليه مشتقة C تقولوا C كان فتان ماشي ناقص اللي فوق اللي هو C بعدين في المشتقة اللي تحت انا تقول ليش المشتقة اللي تحت والله مشتقة وعلى زائد كوتان شو بدي في احكولي شو المشتقة احكس بقولي بالكلام شوفوني المكتوب زي ما حكيته الواحد صفر الكوتان سالب كو سي كن تربيع الاكس على واحد زائد كوتان الاكس تربيع ايه من يساوي خلينا رتب الامور ونشوف لوين رح توصلنا هاي المسألة هل رح ضل كبيري ولا ضل صغيري لو ضربنا واحد في سي كن تان بتضل سي كن تان سي كن تان اكس طيب وكوتان ضرب سي كن في تان ها بتصير عندك زائد كوتان اكس بتان اكس ناقص مع الناقص الموجب سي كن اكس بكو سي كن تربيع الاكس على واحد زائد كوتان الاكس الكل تربيع طيب نقدر نبسط كمان شغلات الله شوفوا ده بتقدر نبسط يحقولي يعني مثلا هون السي كن مع التان اصل التان صين عا كو صين والسي كن واحد على كو صين انا مش الفايد الكبرى اهون هون هون سي سي بكم السي كن نسأل السي كن ده فلو مش موجود التان مع الكو تان يعني بعرف التان هو واحد على كو تان او الكو تان هو واحد على تان صح يعني بروح مع بعض يعني هاي بتروح مع هاي لانه هاي صين عكو صين وهاي صين عصين بشط من بعض بظل السي كن يعني راح نرجع نعيد المسألة هاي او ممكن نعمل هيك لو اخدنا السي كن عام المشترك بظل هون تان اكس زائد هاي مع هاي راح بظل السي كن بظل مكان واحد السي كن راح من المشترك بظل عندي كسي كان تربيع الاكس على واحد زائد كوتان اكس لكل تربيع تربيع شو تربيع بالانجليز يعني تربيع تربيع دائما ما هو دائما بالانجليز كيف يعني كان ايضا بتحط از بتحط اي انجي بتصير لكل انجليزي يعني مثلا اي شي بالانجليز يبدأ تحط له اي انجي طبعا هذبها لأكيد يعني صح اه اكيد يعني مثلا سيارة مثلا سويها حول انجليز سيار حلو شو رايكو نعتمد اللغة هاي انو اياكو انو سؤال انجليز كل انجليز اي انجي اي انجي بصير انجليزي يعني هون سابع اي انجليز اي انجليز اي انجليز اي انجليز وفينا نظرية كيف الانجليز انجليز حلوات اه صح سبوكم الانجليز الهبد اللي مانو اشتغل بالدنيا هاض الان في عنا نظرية ماشي وهي النظرية زي حالة خاصة مني حالة خاصة مني اللي هو قسمة اكتر مني ننسى الموضوع ونطلع صفحة جديدة انا وياكم ماشي يا الساد شو تختلاح صفحة جديدة انا وياكم اه مني نطلع صفحة جديدة طيب الان نيجي على صفحة جديدة وين وين هون اه هاي ننشيل هون ننجي هون علقت 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 الشاشة علقت علقت الشاشة علقت المهم علقت الشاشة الان نروح نجيب صفحة جديدة وهي صفحة بيضة ونيجي أنا إياكم نحكي فيها إيش بكل ما نحكي شوفوا مشان ألخص القسمة أول شيء جما نيجي للبرهان اللي قبل الشيء شفتوا أنتو نتلخص القسمة القسمة يا سيد العزيز تقسم إلى ثلاث أجزاء جد قسمة نقسم إلى ثلاث أجزاء اللي نقولها في القواعد في عندنا اقتران عقتران هذا اللي أخذناها قبل شوي اللي هو اتخذ في مشتقة اللي فوق ناصل اللي فوق في مشتقة اللي تحت على اللي تحت تربيح هاي اللي كانت اقتران على اقتران وفي إننا لما يكون عندي عدد على اقتران وفي لما يكون عندي اقتران على عدد نعم؟ طيب هاي قلنا خلصنا منها ليش؟ لأن اقتران على اقتران شو مشتقته بتكون اتخذ في مشتقة اللي فوق ناصل اللي فوق في مشتقة اللي تحت على اللي تحت تربيعه هيا جلية شوية تعال هون لما يكون عندي اقتران على عدد هاي ولا أسل منها ولا أحلى منها منقول مشتقت الاقتران على العدد نفسه يعني مثلا لو كان عندي اوف اكس يساوي اثنين اكس تكيب ناقص اربع اكس على خمسة وقلت لك بدي المشتقة بتقول اللي المشتقة اف فتح ال اكس تساوي ستة اكس تربيع ناقص اربعة على خمسة بس اشتقيت الفوق قسمتها العدد نفسه هيا سهلة لعندها ننجي الحالة هاي اللي عدد اقتران وهو النظرية اللي احنا كنا عندها طيب وانا اذا كان عندي اف في ال اكس يساوي ايه على جي اوف اكس فالمشتقة تساوي دعم بالكلام سبيل الرموز احنا بهل الكلام احنا بالكلام مشان نطبق اكيد صاح طيب نيجي الكلام شو بقول الكلام الكلام بقول لك سالب العدد مضروبا في مشتقة الاقتران على الاقتران الاقتران تربيع له جي اوف اكس الكل تربيع سالب العدد مضروبا في مشتقة الاقتران على الاقتران تربيع لانها برهات يا دي البراهين يا دي البراهين اللي قمنتونا فيها ايرحمونا ببراهينكم مشان الله رحمونا انا بحبش البرهين بس هون مشان ما تحبش البرهين وتحب البرهين هاي النتيجة وليست نظرية يعني هي نتيجة عن النظرية الرئيسية لها قسم الاقترانيين فانا مش شرط ان اثبتها باستخدام تعريف المشتقة بثبتها عن طريق القاعدة الرئيسية اللي هي اتخذ في مشتقة الفوق نقص الفوق في مشتقة التحت على تحت تربيع يعني بما اختصر مفيد اعتبرها سؤال واحد في يعني باجي وقوله المشتقة اف فتح الاكس تساوي سالب العدد لا بدا اقوله حزب القاس بيقولك اتخذ اتخذ جي اوف اكس في مشتقة اللي فوق اللي فوق ايه شو مشتقة الايه بيقول لي هذا ثابت مشتقة صفر نقص اللي فوق اللي هو ايه فمشتقة اللي تحت جي فتح الاكس على اتخذ او تحت تربيع له جي اوف اكس تربيع طيب يوش هاوي جي اوف اكس ضرب صفر بداولي صفر شو بيضال بيضال سالب اي في جي فتحة الاكس على جي اوف اكس تربيا وهو المطلوب بس ايه عبرانة سهل صح عبرانة سهل طب الان واحد يقول لي انا بالامتحان انسيت انه عدد عقتران هي قاعدة وروح تشتقيت عقتران بقتران صح ما يجب المية بس هذا ايش مختصر يعني في النهاية ولا احنا احنا كيف هذبتنا عطريق عقتران عقتران تمام تمام ان شاء الله تعال الان نشوف كيف انا ممكن اني اطبق على هاي النظرية ونشوف امورنا فيها امورا جميلة هون بده المشتقة اكيد بده مني المشتقة صح مش بده المشتقة وانا شايف انا عندي ثابت على اقتراض وبتقول له حسب القاعدة الجديدة هاي الفتحة الاكس يساوي سالب الثابت سالب واحد في مشتقة الاقتران نتحت الواتنين اكس التسعة صفر اكيد على الاقتران تربيع اكس تربيع زائد تسعة لكل تربيع طب اكمل ولا ماكملش زي ما انت تفكر ان اتكمل يعني مثلا يعني شلو صي لو كمال بالله عليكم طلع شو مصير سالب واحد ثابت اتنين سالب اتنين اكس على اكس تربيع زائد تسعة لكل تربيع يخلف عليكم كثر الله خيركم هاي هي التكميلة بس طلعوا هاي هي التكميلة اللي انت ممكن دمنا تضرب هالسالب جوه بس صافر بالسؤالات ما قلنا لكم مش دائما التكميلة يعني ايش وو بتظل طيب يعني برضو عندي ثابت اقترون صح يعني وجيت ربق القاعدة يقول لي افتح ال اكس سالب الثابت في مشتقة الاقتران وقوة ساين اكس زائد هاد شو مشتقته اي قوة اكس في مشتقة الاس واحد على الاقتران تربيع والله يكثر من هيك السلية والله يكثر من هيك قاعدة والله يا قاعدة منتازة هيك قاعدة سهل وتطبيقها سهل وماشي حلاوي كل ياتها سنعين طب هون برضو عندي ثابت عن اقتران القاعدة تقول افتح ال اكس حلو القاعدة يقول ماذا تقول القاعدة تقول القاعدة سالب الثابت يعني سالب واحد في مشتقة الاقتران مشتقة الاقتران اه اتجه يمينا نحو الشرق ايه شو اللي راحنا ع جوجل ماذا اللي يمينا عن طريق هذا الفرائج راحنا لا في مشتقة الاقتران خلينا نفس العديد سالب العديد وسالب التاب سالب واحد في مشتقة الاقتران ومشتقة الاقتران هي الجذر مشتقة مداخر الجذر كونه جذر تربيعي فمشتقة مداخر الجذر واحد على اتنين في الجذر نفسه وزايد زايد الواحد مشتقته صفر سكر القوسيا كبير على المقام تربية المقام تربية عن الجذر الاكس زايد واحد الكل تربية بتحب ترتب يا كبير ويا كبير فتضرب السالب واحد جوا فبصير السالب واحد على اتنين جذر الاكس وعندي المقام هذا بيطلع على المقام اللي هون جذر الاكس زايد واحد الكل تربية وكثر الله خيرك وانا اتمنى لك رحلة سعيدة يا بل جميل السؤال قاعدة حلوة بسيطة سلسة ماشي واموها منتزة وحلوة عليها فبصير جاي رح نكون اشي جديد اكيد يعني بتكون يعني مطلوب مننا قاعدة للضرب يكون حظينها منعرف نطبق عليها قاعدة القسمة حظينها وبرضو منعرف نطبق عليها لدراسة اول باول امورنا لازم تكون اول باول لازم ندرس مش الراكم حصص مش الراكم حصص ومش معنى انه انا حضرت الحصة الان يعني بحضر بالحصة خلصت الحصة حضرتها سكرت الجهاز اروح اقعدت اروح اقول له انا خلصت دراسة واهل المجننين اللي بظلهم اقولولي ادرس ماشي مش معنى الكلام انه اروح انا اقول خلصت دراسة انا ما خلصت دراسة انتو الان حضرتوا حصة حضرتوا الحصة اللي قدامكم هاي لكن الان مطالب انكم تراجعوها كيف الراجحها بدنا نحط البسير قدامنا نكتب المسائل هاي كلها تلاخذناها نحفظ القاعدة نكتب المسائل تمسكوا القلم وتحلوا مش انقول والله احضرنا الحصة وخلص يالله احضرنا الحصة دراسنا مش معنى انه انا حضرت الحصة انا درست احضرت الحصة او اعترت الحصة انت مشان تفهم الموضوع مشان الان تحل بيدك تمام تمام ربنا يرضى عنكم ويرضيكم قولوا امين يا رب العالمين السلام دعوكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع اشتركوا في القناة